احتفلت البورصة ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيمويات بالسوق الرئيسي لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول كما نجحت إدارة البورصة في جذب شركات جديدة للقيد وذلك منذ بداية العامة تنفيذاً لبرنامج الطرحات الحكومية وتعزيز دور القطع الخاص في التنمية الاقتصادية احتفلت البورصة المصرية ببدء تداول أسهم شركة الدولية للأسمدة والكيمويات بالسوق الرئيسي لتشجيع الاستثمار المؤسسي وتحسين بيئة التداول احنا الحمد لله بفضل الله مغطيين المحافظات كلها وجميع الجهات اللي ممكن تكون محتاجين المنتجات اشتغلنا على نفسنا ان احنا نجيب منتجات محلية أكتر ويبع عندنا موردين أكتر ومنتجات عالمية الحمد لله وصلنا دلوقتي لراسمي ال 135 مليون وان شاء الله برضو احنا في خلال الفترة الجاي بنفكر في توسعات كتير جداً للشركة بنسوأ لبعض المصانع المنتجة للأسمدة في الجمهورية وشغلين ان شاء الله الفترة القادمة عندنا توسع في مجال البزور والتقاوي ومستهدفين ان شاء الله ان احنا نقتحم منطقة تشكة نجحت ادارة البرصة المصرية في جذب شركات جديدة للقيد منذ بداية العام كما انتقل عدد من الشركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البرصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة برصة النيل الدولة استحدثتها علشان تدي فرصة للشركات الصغيرة تقدر تسجل نفسها وعشان الدولة تشجعها على كده فقللت الشروط والأوضاع بتاعتها بحيث قللت لها المصاريف ومصاريف التسجيل والخدمات بحيث انها تستطيع انها تسجل برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التضفقات الاستثمارية وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة أحمد الحسيني التلفزيون المصري